دكتور يوسف عبيد موجود معنا اليوم اختصاصي سكري وغدد صماء رح نحكي اليوم عن تأثير الحجر المنزلي على حياتنا اليومية على صحتنا جمالا وطبعا على السكري الكوليسيرول ترغليسيريد ووزن زائد يعني كل هوضة اليوم مع القلق يلي عنا يا كمان مش بس حجر منزلي مش خلقنا بالأكل يمكن صح صح بونجور اليوم قدي الإنسان لما بيكون يعني قاعد بالبيت وعنده وصول دايما على الأكل رح يكون عم يتأثر يعني أول شي الحجر بأثر على سترس هورمونز طبعا للجسن دجا نحن إذا محجورين بالبيت وعليشين حالة قلق عنا جسنا عم يفرز أرمونات هي منقلة سترس هورمونز أرمونات السترس يلي هي الكورتيزول والجروس هورمون والأدرانين نورأدرانين دجا هولي بحد ذاتهم هني بيدفعونا أن نناكل أكتر ونعصب أكتر ويزيد وزننا أكتر لأنه كمان الأرمونات مسؤولين عن الجوت الشغل الثاني كمان بس واحد كنا نعب بالبيت نعرف أنه الحركة واللياء البدنية طبعه بتخف وهذا كمان سبب بيخلي الأكل اللي عم ناكله ما ينحرق مظبوط سبب الثالث على الزهر والعادة قدام التيفي كمان بتزيد كمية الأكل ونوعية الأكل يلي إجمالا منقلة جنك فود لأنه إجمالا مصير موجهين سيستام جسمنا بتوجه على الأكل يلي هو بهالطبيعة يمكن هيدا مش قصد بس حجر منزلي هو القلق بالتحديد بيحاولك على الجنك فود هو القلق لأنه لاحظوا الناس وسكر غير المئة بالمئة بلاحظوا كلهم أنه بس يكون واحد عنده قلق كتير بينصبع طول الاتجاه على الأكل طبع على هيك نوعية الأكل إجمالا الحياة الطبيعية الروتينية بتعملك نظام معين يمكن بيصير عندك نفسيا قادر أكتر تكون عم تعمل نظام غزائي معين إذا قادر إذا عندك هالإرادي يعني ممكن اليوم بهذه الظروف بدنا نركز لحتى اللي نعملها مئة بالمئة لأننا نعرف نحن إذا عم نشتغل نحن نعرف أننا نتروق الساعة كذا عمنا بريك الساعة كذا نأكل فيه الغداء الساعة كذا بس نرجع على البيت نأكل الساعة كذا والأخير بس يكون واحد بحجر كل السيستام المنظومة كلها بتتخربط فبدنا نعمل نحن أدب تيشي من نعود جسنا على النمط جديد تا ما ندفع حقها بعدين بالنسبة لزيدة الوزن وخربطة الأمراض اللي يمثل الضغط والسكرة والدهون والشهور يعني هي أول شي زيادة الوزن اللي راح توصلنا لكل هاودي ولا كمان التعصيب والقلق هو يعني بناصح يعني بنعرف كلنا لأول شي زيادة الوزن بتخربط كل شي إذا الشخص بزيد وزنه راح يتخربط أوتوماتيك مع كوليسترون التجريسي الضغط سكري هذا أول شي الشغلة الثانية كمانا وضع القلق والأكل اللي راح ناكله كمانا بحد ذاته راح يخربط هالأمور كله هاودي طيب القلق بدون أكل بيطلع الضغط القلق بدون أكل بيساعد على تعلية ضغط بيكون عالي دجا نحن بلقلنا على الطول بيجونا ناس مثلا صار معنا ضغط على نقزة أو صار معنا سكر على نقزة مش كتير مظبوط ولكن كل الناس في لبنان مع ضغط ومع سكر بس بيحضر بيسرع هالشي هيدا بيبقى في عنا استعداد بمجرد نحن معصب أو نقلق أو مثلا منام مظبوط أو نكون اندر تنشن كل النهار هيدا بيساعد انه هالضغط بيين أسرع والسكر بيين أسرع والآخر هي كيف واحد بدو يعمل يعني مريقبة كيف بدو يعمل لحتى اللي ما ينصح بدو ما يأكل بس كيف بدو يعمل مريقبة وقد ديك القد دي لازم يكون فيه فعوصاته مريقبة لحتى اللي يظل عارف حاله انه بالنورم المظبوطة يعني اكيدة اذا شخص عنده مرض معين بدو يعمل كنترول للمرض مثلا رأيجي مثل اذا عنا مثلا مشكل بالسكر بدنا رأيب السكر طبعي اذا انه في اتجاه على علو السكر من الورق اللي قاعدة بالبيت بدنا نشتغل على كل شي اللي علاقة بالاكل يلي عم نشتغله نعرف كلنا انه نحنا فيه كمية اكل تبقى مبدئيا مراجلة جسمنا علي عم نحرق هالقدة نحنا اليوم قاعدين بالبيت ما عم نتحرك ما عم نحرق اذا اوتوماتيكمو لازم ننزل كمية الاكل الاكل بدو كتير حرق بدنا نجرب نبتعد عنه يعني مثلا رأيطيك مثلا المريض اللي معه سكري بدلا ما يزيد الاكل المعجنات والخبز والاخري بروح على نشويات اقل ضررا لقلو بروح على صوب الحبوب صوب الفواكه ممروح على الحلو منخفف العجين والاخري الشخص اللي معه ضغط نعرف كلنا انه نعدي ببيت حتعله الضغط اوتوماتيك لي بدنا نخفف كل شي بيقدر علب الضغط نخفف كمية الملح راح تكون وانه نشتغل كمية على قصة لياقة البدنية ليه شغلة كتير مهمة خاصة اذا واحد في حجر من هيك كنا عم نقول نحن انه اذا واحد كان معجور بيقدر مثلا يا اما يعمل سبور اندور او او دور حسب كيف طبيعة الحجر طبعه لانه كمان الحركة والليقة بتحسن الضغط بوت السكر بتحسن الكوليسترول واكتر شي كمان بتحسن اذا بدك نوعا ما المزاج ونقدر نحرب القلق اكتر اذا عملنا الليقة والرياضة البدنية اذا كان معمول فحوصات بوقت معين مثلا الكوليسترول او تريجليستريد او حتى السكري قدي بده لحتى لي يتكون يعني اذا كانت الفحوصات طبيعية اليوم قدي بده وقت لحتى لي يتكون غير نتائج اجمع لان احنا منقول كل ثلاثة شهر بيقدر يتكون شي دمنا عم يقلب تقريبا كل ثلاثة شهر اربعة شهر اوتوماتيكلي اذا بناء نشوف الفرق بين فحصين المنمو هو ثلاثة شهر ثلاثة شهر يعني 12 اسبوع تقريبا يعني ما نمع على حرير اذا اليوم الفحوصات منيحة او نقول السنة ماشي حالنا خاصة بالوضع القائم 100% اذا شخص اكيد ما عنده مشاكل بيقدر يعمل فحص كل ستة شهر او كل سنة با اذا شخص عنده مشاكل وهو لإجمالهم تعرفي ما بيجوا لو واحدهم معه ضغط نصف الناس معه ضغط معه سكري نصف الناس معه سكري معه ضغط نصف الناس النصحين عنه ضغط او سكري يعني هوا كلهم بيجوا منقلهم نحنا نسميه انتر بلايا بيلعبوا مع بعضهم كلهم بذات المرعب اوتوماتيكلي هودينيس بتغير الفوصات طبعا كل ثلاثة شهر بقى انا بقول لهم عما طول اذا فيه اي شك او شي او اي سمطوم لازم كل ثلاثة شهر يعيدوا الفوصات الحركة راح تخلينا يعني نقدر نكون عمناكل اكتر ولا ما خصها بها اكيد بتساعد بتساعد اكيد الحركة او نعرف كلنا ان الحركة بتوطي نسبة الانسلين بالدم بصير ناكل قال الحركة بتوطي نسبة الضغط بالدم كمان بصير عنا حرية اكتر الحجر قاعدين بالحجر راح نوع على الاشها المالحة مثل بزورات وشيبس والاخرية اللي هنا هو فيه كميات كتير من اذا نتحرك بنعرق اكتر من نزل شوية الملح بجسنا نعم اليمنيشن ده الملح بالبول او بالعرق اوتوماتيكلي بتحصنوا كلهم اذا الحركة البدنية مش بس بتحصن الفتنس والشكل وبتروح الكتلة الدهنية بتوطي بتتعلل عضل مقبيلة كمان تقدر تأثر على هالامراض هوده اكيدة بطريقة معينة اليوم رجال وانسيق بتأثروا بنفس طريقة بهذا الوضاع يعني او انه فيه اشخاص ممكن يتحملوا زيادة وزن بدون ما يوصلوا لمشاكل صحية منهم اجمال ان المرأة تتحمل اقل من الرجال لانه الكتلة الدهنية دجا قريدي عند المرأة اكتر يعني اذا منقول كتلة الدهنية عند المرأة لحدية 30 بالمئة رجال كتلة الدهنية 25 بالمئة بقى المرأة تتعرض اكتر خاصة اذا كانت بمرحلة بعد المينوبوز تتأثر كمانا اكتر بالحجر وبتجميع الدهون نعرف كنا ان المرأة بعد المينوبوز تجميع الدهون عندها غير مرأة قبل المينوبوز الولاد قدية ممكن كمان يكونوا ممسرين لانه عادة يعني نحنا منسمح لحالنا اكتر بأعمار معينة نكون عم نوسع الميدي عند الولاد على اساس انه بيتحملوا اكل اكتر اكيد الولد عنده قدر التحمل اكتر من الكبير بالنسبة لقصة الاكل بس كمانا نحن صرنا عم نشوف الولاد عمرون عشر سنين عندهم مشاكل ضغط معهم سكرة معهم كوليسترون معهم كل الديليفري والجنك فود اللي عم ناكل لان الولد لازم تنكارج الفيزيك الاكتيفتي والحركة لانه الولد بالحجر عم يقعد قدام التليفزيون والايباد ويمكن وقت بعد اكتر واكيد كمان فاذا التعامل اللي لازم يكون نساء ورجال وولاد وكبار وصغار يعني نفس الشي بهالفاترة يعني لانه كلنا عم يتغير اللايفستايل طبعنا بشكل مؤذي هذا عم نحكي عنه قبل اللايفستايل انه بلازم يكون صحي اليوم كل الظروف بتخلينا نكون عم نتوجه اكتر واكتر للايفستايل مؤذي صح ولاحظوا كمان بالعلمة انه كلما واحد يقعد قدام التليفزي اكتر كلما هالمشاكل اكتر عم بتزيد وكلما نسبة الاكل عم بتزيد اكتر خلاص ننتبه على هاشي شكرا لك دكتور عباد اهلا وسهلا فيك مرسينا اهلا وقفة هلأ وبنجا عم نتابقه لايف